بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح أسيسي نجحت الجهات السيادية المصرية بالتنصيق مع عيان وعواقل المنطقة الغربية الليبية نجحت في تحرير المصريين ستة الذين كانوا مختطفين من قبل إحدى عصابات البشر بليبيا حيث أصبح المصريون المحررون بليبيا في مكان آمن وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتهم من ليبيا إلى أرض الوطن تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس هذا وتوجه مصر الشكر لكل من أسهم في تحرير المصريين الستة وفي مقدمتهم الجيش الليبي وأعيان وعواقل مدينة الزاوية ورئيس لجنة مكافحة الهجرة في البرلمان الليبي